بحضور مؤثر لصاحب السمو لكن خلونا نعرفكم على المؤتمر وأهميته أولاً كلمة كب مصطلح تم استخدامه لأول مرة في عام 1992 وهو الاسم المختصر لمؤتمر الأطراف المعنيين بمواجهة تغير المناخ المؤتمر اللي يضم 197 دولة تقريباً هو المسؤول عن مراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ والالتزام باتفاقية باريس للمناخ واللي من أهدافها الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 أيضاً يساعد المؤتمر في إيجاد طرق بديلة لتوليد الطاقة النظيفة بشكل أكبر كل هالجهود هدفها مواجهة التغير المناخي على اعتبار التحدي الأكبر للأجيال الياية ودولتنا تحرص على دعم وتعزيز جهود خفض الإنبعاثات وتبني مسار اقتصادي مستدام يتماشى مع مبادئنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050